لكن عايزين قبل ما نتكلم عن تفاصيل ماتش سانداونز نبتدي أولا بالأجواء اللي حضرها لعيبة النادي الأهلي إمبارح أجواء ما قبل المباراة الحقيقة أجواء والتصرفات أقل وصف ليها أن هي غير مقبولة بأي حال من الأحوال والحقيقة حاجة عجيبة جدا ليه لأن طول عمر التعامل ما بين الفرقتين دول عادة ما بيكون بمنتهى الرقية ومنتهى الاحترام ومنتهى الأخلاق الرياضية لكن ما نقدرش نقول أن الكل يعني أساء ولكن أكيد لابد من محاسبة بعض الجماهير اللي تسببت فيه تعطيل الحافلة أو الأوتوبيس الخاص بالعيبة النادي الأهلي لدرجة أن الأمن نفسه معرفش يسيطر على هذا الموقف وعلى هذا الكم من الشغب واضطر سواء الحافلة أنه هو يلجأ لطريق آخر بديل عشان يقدر يهرب من التكدس الجماهيري طبعا ده يعني أدى أن اللعيبة توصل الملعب متأخرة ده أدى أن فيه أجواء من التوتر والقلق صاحبة كل اللي كان موجودين في الأوتوبيس تصرفات وأجواء غير مقبولة وغير مبرارة الحقيقة ما كانش لها أي لازمة بأي حال من الأحوال في الأول وفي الآخر دي مباراة كرة قدم يعني المنطق يقول أن المنافسة ما تطلعش برا أرضية الملعب لكن هنقول إيه؟ على كل الأحوال النادي الأهلي طبعا كان ليه رد فعل سريع الحقيقة من خلال دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وكمان كابتن حسام غالي عضو المجلس وكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة قدموا شكوى رسمية لمراقب المباراة لإثبات تعطيل حافلة الفريق وبالتالي منع وصولها لملعب المباراة في الوقت المحدد لها طبعا أحداث مؤسفة جدا يعني ما نتمناش نحن نشوفها بعد كده